كل الناس فهمها انها هتيجي يوم القيامة فربنا عز وجل حاسبها زي مسلا انا اسف في التعبير يعني سامحوني انا اسف التعبير انك انت ايه جيت غلط عند صاحب الشغل او غلط عند ابوك او غلط عند حد فايجي ايه منحضر بك على فترة تعملش كده كده فاهم? امشي فاحنا فاهمين ان نحمل قيامة ربنا عز وجل هتروح لحاسبك انت ازنبت ليه والله يا رب ظروف والدنيا والحكاية طيب خلاص هش تجلبها وكله فاهم ان قضية النار دي مش بتاعتي وكله فاهم ان ايه ان النار دي عبارة عن شلتين وقلمين في ناس فاهمة ان ما فيش شلالة وقلم انت كده كده داخل الجنة ربك رب يقلوه المهمة الى بيض لكن يا جماعة قضية انك انت بس تخش النار كنت لسه بقول لأولاد مبارح بمفهوم الخلف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة فيها ما لا عين ورأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بما فيهوم المخلفة النار فيها ما لا عين ورأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كنت بقول لهم لما تقرى في قصة محاكم التفتيش لما جون في الاندلس بعد 800 سنة وبدأوا في الاندلس حايزين يحولوها من اسلام الى نصرانية وكفر فعملوا حاجة اسمها محاكم التفتيش لما تقرح عن وسائل التعذيب اللي كانت موجودة في محاكم التفتيش الكلام ده من 1000 سنة فتحكب كان عندهم قال اسمها قال التكسير الازام يروح ما يدخل كده عارفين زي عصرت البرتقان كده فورح ما يدخل كده ويروح ضاغط كده ويروح ما يكسر لك عظم ايه ده كلها صعوبة عكا كان عندهم قال التقليع اضافر فحط كده ويروح عامل اي كده ويروح ما طريقها دك الضفر والتعذيب اي يعني اما تقرى في التعذيب ده كريب عجيب يعني الناس يعني الواحد ما بيتخيلش الشياطين يعني ازاي بتختارع وسائل التعذيب دي واللي بيعذب ده ازاي قلبه يتحمل ان يعذب انسان كده هو مش عارف انه في حساب وفي جنة وفي نار فازا كان ده عذاب اهدامي وربنا عذاب قال يقول ايه لا يعذب عذابه احد يبقى معنى لا يعذب عذابه احد ايه انه لا يعذب عذابه احد ازاي ما عارفش يعني هنا انت ممكن يعني يتفننه في طرق التعذيب فعلا لما تقرأ كده يعني تقرأ في وسائل التعذيب عجيب عجيب الناس اللي بتحكي كنا بتتعذيب ازاي عجيب اهلا تبديدوني وما النار عاملة ازاي يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بيقول درسه الكافري مثل جبلي احد درسه ده قد الجبل ما عزيه تحمل عذاب ايه عذاب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مسيرته انجلي كيف المسيرته يوم كان واحد ماشي يوم الجلد اشتحمل عذاب ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه كلما نضدت دلودهم بدلناهم دلودا غيرها ليذوقوا العذاب الجماعة عبتوها الطب يقول لك ان الجلد دي عبارة عن سبع طبقات الطبقة الثالثة دي طبقة الاحساس فالطبقة الثالثة دي له تحرقت بين عدم الاحساس فما بيبقاش في عذاب احرق خلاص هو الجلد محروف ما فيش احساس جلد ميت فربنا سبحانه وتعالى عشان يعزبه تاني يعمل ايه يقول ايه كلما نضدت جلدهم الجلد نضد خلاص ما بيش يستحمل العذاب نعمل ايه بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب اما نجي نتكلم على فرعون موسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى قال في حقه قال النار يعرضون عليها غدوا وعشي فلما اتعد تتخيل ان مثلا فرعون سيدنا موسى ده كان احنا دلقتي في سنات الفين حط معهم مثلا الف الفين حط معهم احنا دلقتي في الفين وتسعتاشر حط معهم كاملهم اربع تلف سنة فمن اربع تلف سنة كل يوم الصبح والليل يعرضوا على النار النار يعرضون عليها ايه غدوا صبحة غدوا الصبحة وعشيا بالليل كل يوم كل يوم من اربع تلف سنة طب بفضل لحد يوم الايام ايه اشتركوا في القناة